قصص وعبر شكى رجل إلى أحد الشيوخ فقال له يا شيخ لماذا لا أجد إلا الغدر والخيانة ممن أحسن إليهم؟ تجهله الشيخ ولم يرد عليه أكمل السائل لماذا أجد الجفاء ممن أحببتهم وأخلصت لهم؟ والشيخ مستمر في إمعان النظر إليه دون جواب استمر السائل في شكايته قائلا لماذا مات أحبتي ولم يبق إلا أعدائي؟ يا شيخ لماذا أشعر بالوحدة والغربة في هذه الحياة؟ كانت ردة فعل الشيخ غريبة فقد كان ينظر إليه بتبسم وسرور قال السائل ساخطا لماذا لا يحسن الناس الظن بي؟ لماذا يكذب علي من أصدقهم ويقس علي من أحن عليهم ويرحل عني من أعانقهم؟ لماذا تكون يدي ممتدة للناس بالخير؟ فأرى أيدي الناس ممتدة لي بالشر؟ لماذا يقابلون محبتي لهم ورقتي معهم بالجفاء معي والغلظة لي؟ وأخذ السائل يبكي بشدة عندها قام الشيخ ووضع يده على قلب الرجل قائلا له يا أخي لا أدري لماذا أحبك الله كل هذا القدر من الحب ربما أنت ممن قال عنهم الله المحسنين أصحاب مراتب الصبر والإحسان اعلم يا أخي أنك جئت تشكو لي حب الله فسكت السائل وتلعثم ثم قال للشيخ أصبت فرميت القلب أصبت فبينت الدرب ليس بالضرورة أن يكون أذى الناس لك ابتلاء فقد تكون أنت من أهل الصبر والإحسان وأنت لا تدري فلا ينال مرتبة الصبر والإحسان إلا أنقياء القلوب فاللهم أفرغ علينا الصبر والاحتساب وجعلنا من المحسنين الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب قال الفاروق رضي الله عنه وهو على فراش الموت عندما طعن إن للموت لكربة وقد كنت أحب أن أنجي نفسي وأنجو منكم وما كنت من أمركم إلا كالغريق يرى الحياة فيرجوها ويخشى أن يموت دونها فهو يركض بيديه ورجليه وأشد من الغريق الذي يرى الجنة والنار وهو مشغول ثم بكى وبكى الناس لبكائه قال أعرابي اللهم إنك كفلت لنا الرزق وأمرتنا بالعبادة فكفنا يا ربنا ما شغلنا به عما خلقتنا له فإن ما عندنا يفنى وما عندك يبقى قال الحسن البصري اللهم لا تجعلني ممن إذا مرض ندم وإذا استغنى فتن وإذا افتقر حزن قال العتبي يقول ابن الجوزي رحمه الله إذا أبغض الله شخصا تركه متخبطا في كل حال ولم يخلق له همة لطلب المعالي وشغله بالرذائل عن الفضائل والعياذ بالله مر أحد العلماء بجماعة يسبون ويضربون رجلا فقال ما الخبر؟ قالوا رجل وقع في ذنب كبير قال أرأيتم لو وقع في بئر أتخرجونه أم تتركونه؟ قالوا نخرجه قال فلا تسبوه ولا تضربوه وإنما عظوه وبصروه قالوا أفلا تبغضه؟ قال إنما أبغض فعله فإذا تركه فهو أخي فبكى الرجل وانتحب ثم قال اللهم إني أشهدك أني منخلع من ذنبي تائب إليك ذكر الزمخشري في ربيع الأبرار أن عاملا لعمر رضي الله عنه على إحدى الولايات دخل عليه فوجده مستلقيا وصبيانه يلعبون على بطنه فأنكر ذلك منه فقال له عمر كيف أنت مع أهلك؟ قال إذا دخلت سكت الناطق فقال عمر عزلناك إنك لا ترفق بأهلك وولدك فكيف ترفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الأصمعي حدث رجل عند المنصور فأكثر من قوله قال أبي رحمه الله ذكر أبي رحمه الله فقال له الفضل كم تترحم على أبيك في مجلس أمير المؤمنين فقال لو ذقت حلاوة الآباء ما نسيتها؟ قال الإمام بن القيم رحمه الله وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبها فجعلها فاكهته ونقله قال ابن القيم الحزن يضعف القلب ويوهن العزم ويضر الإرادة ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا فالحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره